اشتركوا في القناة وكثرة تفكره خاصة بعد خروجه من الخلوة فالله يجازي سيدي أمين خير جزء الذي دعاني إلى الطريقة بحاله ولم يدعني بما قاله فهو لم يفرض عليها البيع فأخذت الأولاد على سيدي محمد فوزي الكركاري قدس الله وسره في أول الأمر ليتغير حالي كما تغير حال زوجي ولأواضب على الأولاد فقط لأنني لم أكن أعرف أي أصل من أصول طريقة أو أي شيء عن الطريقة ففجئت بمشاهدة النور المحمدية قدت عيانا فكانت المشاهدة ما شاء الله تربيه روحي كاملة شاملة من جميع الجوانب وكان السيد الشيخ يركز في طريقته يعني معنا على أربعة أشياء أولها علمني الذكر علمني آدابه علمني تذوقه والحضور فيه والمواضبة عليه علمني الاستئناس بالخالق والاستحاش بالخلق أمر أن أواضب على الأوراد القرآنية وأذن لي بذكر الإسم الأعدم المفرد مطلقا يعني على الإطلاق ثاني الشيء أنه كان مدده نور مشاهدة نور محمد يقضة وقد نقش في قلب السيد الشيخ تعديم جميع تجليات على اختلافها جميعها كنت أظن في أول الأمر أن النور الذي تحدث عنه أهل الله في قصائدهم وفي كتبهم هو نور معناوي يعني أو إشارات لكن بعد أخذ البيعة على الورد المحمدي اكتشفت يعني أنه نور يشاهد بعين القلب أو بالبصيرة يقضة ريانا وأنه لا يكتصر فقط على السلف الصالح السابق بل هو نور يقضفه الله سبحانه وتعالى في قلب أي مريد صادق شريطة ألا ينكثه أن لا يعني يقارنه بما ينكث قلبه ثاني شيء ثالث شيء عفوا ليتغيير النفس والغالب على تربية سيدي فوزي الله يكرمه الرحمة والتدرج التدرج بشكل ممتاز يناسب أي فاقر وأي مريد وهذه تربية تختلف من مريد لآخر وتتعدد لكن يعني أسس ثلاثة التربية التي شمنت جميع الفقرة أولا تربية العلمودية يعني تربية الشيخ المريدين مباشرة لحسب إحواله ثانيا تربية الفقير بإخوانه الفقرة وتربية الفقيرة بإخواتها الفقيرات بتطبيق القاعدة الكركيرية استحقل نفسك وعدم غيرك استحقل نفسك وعدم إخوانك الفقرة وعدم أخواتك الفقيرات وهناك تربية أخرى هي تربية ذاتية وتكون بلوس مرقع وهي تربية عظيمة جدا يعني أثرها متجدر من الداخل وهي تربية لا تخفى على معظم الناس بالنسبة لرابع الشيء كان يعني مناسي الشيخ أخذ العلم الباطني مراتب الإيس من فهم تجليات يعني العلم الباطني علم واسع لا يمكن أن يحده أو حصره بأمثلة المهم أن هذا العلم لا يأخذ من كتب أهل الله ولا من قصائدهم لأن حتى إن أفشل عارف الواصل فهو يعني بالتلميح فقط وبإشاراته وليس علم أذواق وليس علم أوراق هو يأخذ عن الشيخ العارف الشيخ الحق الشيخ الواصل ما زادني تمسكاً بالطريقة وبشيخ الطريقة هو عدم توضع الشيخ رغم علمه البطني اللدني وكرماته فهو يجلس الفقارة جميعهم ويضحي بماله ووقته وراحته وأهله لأجلهم يستقبلوا مكالماتهم وزياراتهم بشكل يومي تقريباً دون تدمر ستير على أحوالهم وأقوالهم رؤوف رحيم بهم حتى يوصلهم إلى الخلوة ويتكرم ويتفضل عليهم بسره السر الذي فهمت به الكثير من الآيات والأحاديث التي كانت تشكل حاجزاً بيني وبين الحق بالإضافة إلى أن هذا السر ما شاء الله له تأثير عجيب إذا ما تذوقه الفقير فهو يعني يجعل القلب الفقير أو الفقيرة خال من بغض أو ضغينة لأي مخلوق لأي شيء لكن هناك أمرين يشعرانني بالحرش الشديد أولهما أننا كلنا نفاخر بشيخنا وفي شهادتنا وكتابتنا نفاخر بصحبة الختم بعلمه بخلوقه فهل فعلت أنا ما يجعل شيخي يفخر به ثاني شيء لقد أعطى ناسي بفوز محمد فوزي في الكيري يقدس له السره مدد عظيماً لا يقدر بمال فماذا أعطيت أنا للطالقة لهذا أسأل الله العلي الكريم أن أخدم الطريقة ولو بشيء يسير جداً بهذه الشهادة وأسأل الله أن تنفذ كلماتي إلى قلب كل حواء سمعتها وتحرك فيها الشوق إلى تدوق الذكر بالاسم الأعدم المفرد ومشاهدة النور المحمدي ومعرفة الحق وأسرار أهل الله ومحبتهم وصحبتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته